الغرب يبرر للكيان الصهيوني اعتداءه الوحشي على مواقع سوريا بذريعة حماية امن اسرائيل والاعتداء يكشف الحبل السري لمحور العدوان على سوريا هناك من يبرر الاعتداء الصهيوني على مواقع في سوريا فالمؤكد انه لم يأتي من دون غطاء محور العدوان لا سيما وان كيان الاحتلال الاسرائيلي اجبن من ذلك كان الغرب يبرر لجبهة النصر الارهابية والذيولها من الارهابيين اجرامهم بحق المواطنين السوريين فصار يتفهم قلق العدو الاسرائيلي من عدم تحقيق الارهابيين اي اختراق في المعادلة الميدانية وبالتالي اقدامه على الاعتداء الوحشي على المواقع السورية الخيارات المفتوحة للرئيس الامريكي شرعت ابواب المنطقة بعد الاعتداء الصهيوني على احتمالات مفتوحة ايضا لكن باراك اوباما استبقى تبريره للعدوان الاسرائيلي بذريعة حق اسرائيل في حماية نفسها بقوله انه لا يعتزم ارسال جنود امريكيين الى سوريا وعلى خطأ اوباما وبالذرائع ذاتها سار وزير خارجية فرنسا وبريطانيا فلوران فابيوس قال انه يتفهم ما قامت به اسرائيل لكنه استدرك ان في ذلك مجازفة بينما اعتبر وليام هيك ان اسرائيل ستتحرك للدفاع عن امنها ولا بد ان نحترم ذلك لكنه اضاف ان لا تأكيد رسميا ان اسرائيل قامت بضربات جوية داخل سوريا فاذا كان هيك بحاجة الى تأكيد رسمي بالاعتداء الصهيوني فمن اين جاءت معرفته باستخدام سوريا للاسلحة الكيماوية اما التساؤل الاخر الذي يفرض نفسه ايضا اذا كانت التصريحات الغربية تؤكد على حق الدول في حماية امنها القومي فكيف يمنعون عن الدولة السورية القيام بواجبها الدستوري والقانوني في حماية شعبها وممتلكاته مما لا شك فيه ان العدوان الصهيوني اظهر الحبل السري بين واشنطن وقافلة الحجاج اليها من العرب وبين الشركاء الغربيين وكيان الاحتلال الاسرائيلي والمجموعات الارهابية المسلحة لكن ما تؤكده مجريات الاحداث في سوريا وفي المنطقة عموما ان اي فشل لمحور العدوان على المنطقة في تمرير مشاريعه يصب في مصلحة قوى المقاومة والممانعة